النهاردة عايز أبدأ الحلقة بمحمد صلاح محمد صلاح صحف العالم ومواقع العالم وقنوات العالم لا يتحدثوا الآن سوى على ورقة محمد صلاح في فتة الانتقالات القادمة هل سيرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ هل سيجدد تعاقده مع ليفربول؟ هل سيذهب إلى باريس سان جرمان؟ هل سيذهب إلى إيطاليا، ريال مدريد، برشلونة؟ كل يوم موضوع عن محمد صلاح كل يوم أنت مش هتفتح موقع ولا صحيفة في اليوم إلا ما تسمع محمد صلاح هيتحرك فين آخر الكلام أن باريس سان جرمان يقدم سالري أو عرض راتب أسبوعي لمحمد صلاح خيالش لا يرفض بس هل هذه الأمور حقيقية مية في المية؟ الله أعلم احنا ننقل عن صحافة العالم ومواقع العالم لو سألتني عن رأيي أقولك أحب محمد صلاح يكمل مع ليفربول بس بهدوء شديد كده بهدوء شديد راتب محمد صلاح هو مش الأعلى في ليفربول فاندايك أعلى منه واحد محمد صلاح الراتب بتاعه يتساوى مثلاً مع راتب أو مش يتساوى عفواً أقل مثلاً من راتب ماجواير في مانشستر نايتد أقل من راتب سانشو في مانشستر نايتد ده أنا مرح تركش لسه على دي بروين مثلاً على ستنينج وعلى لعبة مانشستر سيتي فمحمد صلاح اللي هو أهم لاعب في الدولة الإنجليزية يحصل على راتب أقل من المفروض ياخده أقل يعني بالمقارنة بباقي اللاعبين بس ليفربول تاريخياً عنده سقف رواتب ما بيزيدش عنه ما بيزيدش عنه ولو زاد بيزيد في حاجات بسيطة هي هو ده نقطة الخلافة اللي بين محمد صلاح و ليفربول ليفربول يقول له ده عرضي محمد صلاح يقول له لأ من أهم لاعب في البراميالليج فمحمد صلاح عنده حق و ليفربول عايز يأسس لنظام أو مش يأسس لنظام هو نظام قريدي موجود في ليفربول على مداري التاريخ علشان كده ما تتفاجئش أبداً وبالنسبة لصلاح هو ده آخر عقد ليه عقد طويل أمد هو راجل داخل على 30 سنة السنة الجاية وبالتالي هو عايز عقد ثلاث سنين أو أربع سنين يكون عقد مريح ليه من ناحية الأجر الإسبوعي اللي بياخده فممكن تلاقي محمد صلاح موجود في بريس سان جرمال ممكن تلاقيه في برشلونة ممكن تلاقيه في ريال مدريد ممكن تلاقيه في يوفنتوس ممكن تلاقيه فأي نادي ممكن يدفع راتب كبير لواحد من أهم نجوم الكرة العالمية في الوقت الحالي حابيت أبدأ بس بهذه النقطة عشان كل يوم أنا بشوف خبر كل يوم بشوف فيديو الناس أو العالم يتحدث عن هذا اللاعب الملك المصري في البلاعب الإنجليزية محمد صلاح محمد صلاح المباراة المضايا لفربورد بالمناسبة كان موضو وحش موضو زعل زعلانين عليه وزعلانين على خروج منتخبنا طبعا من تصفات كاس العالم بس احنا عايزينه يرجع تاني شرفنا عايزينه يرجع تاني يكسر الدانية في ملاعب أوروبا طول الوقت عنده مباراة مهمة جدا بكرة أمام بنفيكة في دورة أبطال أوروبا عايزينه ينور تاني عايزينه يسجل تاني احنا محمد صلاح فخر لنا عشان اللي بيعمله في الملاعب العالمية وبيعمله معنا مع منتخب مصر شوية الناس البسيطة جدا اللي لمو بعد خروج منتخبنا الوطني من تصفات كاس العالم يعني نلتمس لهم العزر لهم زعلانين وغضانين وشايفين هو النجم الأول لمنتخبنا ويقدر يشير نواوة نلتمس لهم العزر في الغضب دايما الناس بتروح بعنيها لنجم الفريق الأول فريق أو منتخب النجم الأول مين؟ محمد صلاح في منتخب مصر فطبيعا كان بعض الناس تنتقد محمد صلاح لكن يبقى محمد صلاح هو نجمينا الأول النجم اللي بنتشرف به قدام العالم كله قلو